السلام عليكم ورحمة الله بهذا السؤال في عندي بكرة يلتف حول البكرة كبل هذا كبل يطبق قوة T1 وقوة T2 بدل رمز F عندي بهذا السؤال الرمز T قوة T1 تصنع زاوية 60 درجة أما القوة T2 فهي موازية للمحور X وبالتالي الزاوية مع المحور X تساوي 0 المطلوب بهذا السؤال if the equal tensions T يعني T1 يساوي T2 ومقدار القوة أو ماغنيتيود القوة يساوي 400 نيوتون طويلة القوة واحد تساوي طويلة القوة 2 ويساوي 400 نيوتون المطلوب عندي إيجاد متجه القوة المحصلة R وأيضا تحديد ماغنيتيود أو طويلة القوة المحصلة لحنشوف كيف بالحل متجه أي قوة يتألف من ثلاث مركبات مركبة على المحور X ومركبة على المحور Y ومركبة على المحور Z والمركبة مضروبة بمتجه الوحدة لذلك المحور بما أني أتعامل مع مسألة على المحور X و Y فقط فمركبات القوة على المحور Z غير موجودة وبالتالي 0 هذا فقط لتوضيح الآن نبدأ الحل متجه القوة R يساوي مجموع متجهات القوة على المحور X زائد مجموع متجهات القوة على المحور Y هذه مركبات القوة T1 على المحور X والمحور Y أما مركبة القوة T2 فهي فقط على المحور X R X ويساوي Sigma F X ويساوي 400 ضرب كوسين الزاوية 60 درجة عندي الزاوية هنا 60 درجة وأيضاً الزاوية هنا 60 درجة بالتناظر 400 ضرب كوسين الزاوية 60 درجة زائد 400 لا يوجد زاوية الزاوية 0 كوسين الصفر يساوي 1 وبالتالي 400 ضرب 1 400 ويساوي 600 نيوتون أو بيمكني تمثيلها بالشكل منتجهة القوة R X يساوي 600I نيوتون R Y ويساوي Sigma F Y مجموع القوة على المحور Y ويساوي 400 مقدار أو طويلة القوة في واحد ضرب ساين الزاوية لأن هذا المتجه لو نقرنا إلى هنا يكون مقابل الزاوية 60 زائد صفر لا يوجد مركب للقوة T2 على المحور Y والناتج يكون 346 نيوتون أو بيمكني تمثيلها بشكل متجهي متجه R Y يساوي 346 J نيوتون متجه القوة المحصلة R ويساوي 600 مضربة بمتجه الوحدة I زائد 346 مضربة بمتجه الوحدة J والواحدة نيوتون هذا المطلوب الأول من هذا السؤال متجه القوة المحصلة الآن المطلوب الثاني إيجاد ماغنيتيود أو طويلة متجه القوة المحصلة قانون الماغنيتيود أو الطويلة جذر مجموع مربع الأمثال R يساوي من دون تغميق الحرف لأن الدلال على أنها ماغنيتيود وليس متجه ويساوي جذر مربع 600 زائد مربع 346 ويساوي 693 نيوتون هذه طويلة أو ماغنيتيود متجه القوة المحصلة R وهو المطلوب الثاني في السؤال بإمكاني رسم القوة المحصلة بتحديد أولا الزاوية ورسم متجه هذه القوة على الشكل التالي ثيتا هذه الزاوية ثيتا ثيتا تساوي أركتانجان أمثال متجه القوة المحصلة R على المحور Y تقسيم أمثال متجه القوة R على المحور X ويساوي 30 درجة هذه الزاوية ثيتا وهذا السهم يعبر عن القوة المحصلة المؤثرة على البكرة ومقدارها 693 نيوتون بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله